وإلى ملفنا الأخير ونصلت فيه الضوء على المظاهرات التي اندلعت في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة في فلسطين ضد قوات الاحتلال مصادر فلسطينية رسمية ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة مواطنين من رامالة والبيرة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال داهموا منازل المواطنين في محافظة رامالة والبيرة وعبثوا بمحتوياتها كما تتواصل أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم حملة الربط بين إعدام الرجل الأمريكي الأسود جورج فلويد بسبب بشرته السمراء وبين إعدام إياد حلاق من القدس لكونه فلسطيني وبالتزامن اتهم نواب في القائمة المشتركة وزير الأمن الداخلية الإسرائيلية الجديد بالتحريض على قتل الفلسطينيين وحمل رئيس القائمة المشترك النائب أيمن عودة على وزير الأمن الإسرائيلي أمير أوحانة واتهمه بالتحريض على قتل إياد الحلاق من خلال قوله في أول يوم من مزاولته لعمله في الوزارة أن من يمد يده إلى شرطي إسرائيلي سيقتل للوقوف على هذه التطورات رحب الإعلام والكاتب أستاذ أكرم النتشة معي من الخليد أستاذ أكرم أهلا بك في أضواء على الأحداث بداية دعني أسألك عن هذه الحملة التي يقودها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت انتشارا كبيرا حول العالم للربط بين ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية كمظاهرات ضد العنصرية ومجرى لمواطن أمريكي بشرته سوداء على يد الشرطة الأمريكية وما قام به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشاب الفلسطيني إياد الحلاق السؤال هل ترى أن هذا الربط فعلا ربط قوي وواضح ويظهر أن الطرفين وإن اختلفا هناك رابط واحد في دوافع هذين الطرفين وأقصد الشرطة الأمريكية والإسرائيلية لتلك الاعتداءات يعني في البداية قبل قليل انتهت وقفة تضامنية مع ما يمكن وصفهم بالثائرين في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بيت لحم وأمام ساحة المهد وما تحمل رمزية كنيسة المهد من رمزية كبيرة للأديان السماوية والإنسانية بشكل عام لتضامن مع ما جرى في الولايات المتحدة والمضطهدين في الولايات المتحدة في الحقيقة الفلسطيني منذ يعني عشرات السنوات هناك حالة ربط ما بين ما يتعرض له الفلسطيني من اضطهاد ومن معاناوة ما يتعرض له الشعوب ومختلف الشعوب الأخرى والعديد من الشعوب الأخرى ساهمت في النضال الفلسطيني وكما ساهم الفلسطيني أيضا في العديد من نضالات الكثير من الشعوب ضد الظلم وطلبا للحرية ويعني رفضا للعنصرية وخاصة العنصرية المبنية على وإلى أي مدى ترى بأن هذه الحملة نجحت في لفت الأنظار لعنصرية الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين نعم هذه الحملة يعني انطلقت بشكل عشوائل نستطيع أن نقول وليس بشكل منظم العديد من النشطاء والعديد من الكتاب والعديد من النشطاء على التواصل الاجتماعي وجدوا أن هناك ربطا منطقيا ما بين ما حصل مع إياد الحلاق وبين ما حصل مع جورج فلويد وبالتالي يعني العنصرية واحدة ما حصل مع إياد الحلاق هو أنه تم إطلاق النار عليه لأنه عربي ربما كان هناك يعني حسب ما تدعي الشرطة الإسرائيلية بأن هناك كان خطأ الخطأ في التشخيص لو كان إسرائيليا لما جرأت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار عليه وكذلك ما حدث أيضا مع جورج فلويد هذا الربط يحاول أن نشطاء الفلسطينيون والمؤيدين القضية الفلسطينية إيجاد هذا الرابط والقول بأن المعاناة الفلسطينية مستمرة منذ سنوات ولم تتوقف وبالتالي هذه المحاولات تنجح بشكل كبير يعني حسب خبرتنا وحسب رؤيتنا في مواقع التواصل الصناعي بالربط ما بين القضية الفلسطينية وما بين الاضطهاد الذي يتعرض له يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوما ما عن مداهماته واعتقالاته واعتداءاته على الفلسطينيين اليوم هناك مداهمات جرت في الضفة الغربية التساؤل هو عن موقف السلطة الفلسطينية من هذه المداهمات هل كان بإمكان السلطة الإسرائيلية أن تمنع الاحتلال عن مداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتفتيشها؟ يعني بالتأكيد لا يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة أجزة الأمن ومواجهة جيش الاحتلال بكل عتاده وبكل قوته قوات الاحتلال تقوم بحملات الاعتقالات والمداهمات بشكل يومي وفي الكثير من الأحيان لم نعد نعتبر أن وجود اقتحامات هو خبر لأن قوات الاحتلال تقوم باعتقالات ما بين 5 إلى 10 مواطنين بشكل يومي اللافت للنظر أن هذه الحملات التي جرت فيها الأسبوع الأخير جرت في ما يمكن إطلاقه يعني وقف التنسيخ الأمني أو وقف العلاقات مع الاحتلال وبالتالي يعني ربما هذا الآليات بدأت تأخذ شكل جديد بأن قوات الاحتلال لم يتعد تخبر السلطة الفلسطينية بأننا ذاهبون لنشاط أمني ولكن بالمجمل قوات الأمني الفلسطينية هي بالنهاية قوات مدنية قوات شرطة لا تستطيع مواجهة قوات جيش الاحتلال المظاهرات من الناحية الإجرائية سواء في الدفة الغربية أو حتى في الداخل الفلسطيني إلى أي مدى يمكن أن تتطور لتصبح حملة منظمة ضد عنصرية الاحتلال الإسرائيلي يعني ما نستطيع وصفه بالانتفاضة اللاعنفية في المناطق الفلسطينية سواء التي خرجت في الداخل أو في القدس أو في الدفة الغربية يعني لا يمكن تحويلها إلى انتفاضة ولكنها دائما منذ سنوات طويلة الحالة الفلسطينية الآن ربما من الصعب فيها انتفاضة شاملة أو ثورة شاملة ولكن هناك عمل على استدامة الرفض وعمل على إيجاد حالة من الثورة ربما الثورة المتعلقة بمواضيع معينة والاحتجاجات المتعلقة باستمرار الاحتجاجات المتعلقة برفض الاحتلال أكرم الفصائل الفلسطينية سواء بالمقاطعة هنا ما دورها في هذه المظاهرات وفي هذا المشهد لطالما كان النضال الفلسطيني مرتبط بهذه التنظيمات والفصائل الفلسطينية ودورها الأساسي المحوري هل تعتقد بأن هذا الدور الآن موجود؟ يعني الفصائل الفلسطينية غائبة أو مغيبة للأسف عن الساحة النضالية الفلسطينية ربما هي منشاغلة بشكل كبير في السلطة الفلسطينية حركة فاتح منشاغلة بشكل كبير في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس ربما منشاغلة في السلطة وحكومة قطاع غزة الفصائل الأخرى غير مؤهلة لقيادة ثورة أو انتفاضة على صعيد الشارع الفلسطيني وعلى صعيد كل الشارع الفلسطيني وبالتالي الفصائل الفلسطينية حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أنه بدون مصالحة لا يمكن أن يكون هناك انتفاضة عارمة وانتفاضة تشمل كل الشارع الفلسطيني حالة الاحتجاج هي التي ستبقى في الأيام المقبلة الكاتب الإعلامي الفلسطيني أكرم النتشة كنت معي من الخليل شكرا جزيلا لكم وبهذا نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة